أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال الملك وذلك عندما تبين له عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته وعرف علمه طلبه للحضور وارادك أن يكون من خاصته لأن الملوك يحبون أن ينفردوا بالأشياء النفيسة العزيزة ولا يشاركهم فيها أحد من الناس وإذا أراد الله أمرا هيا له أسبابه فألهم الملك ذلك ليكون ليوسف من خاصته ألهم الله عز وجل الملك ليكون يوسف من خاصة الملك ومن المقربين عنده فلما كلمه أي فلما أتوا به وكلمه وشاهد منه الرشد والذكاء قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لدينا بمعنى عندنا فلدى بمعنى عند وألف يا سيدها لدى الباب أي عند الباب قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة مؤتما على كل شيء فهي كلمة جامعة لكل الفضائل والمناقب في أمر الدنيا والدين روي أن يوسف عليه السلام لما قام ليخرج من السجن دعا لأهله أي دعا لأهل السجن فقال اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار فلما خرج كتب على باب السجن هذا بيت البلواء وقبر الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء ثم اغتسل وتنظف ولبس ثيابا جددا فلما دخل على الملك قال اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعذتك وقدرتك من شره ثم سلم عليه بالعربية أي باللغة العربية فقال الملك ما هذا اللسان ويقصد اللسان هنا ليس اللسان الجارحة يعني ما هذه اللغة وما أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه أي بلغة قومه لما دخل يوسف عليه السلام لما دخل على الملك سلم عليه بالعربية فقال الملك ما هذا اللسان فقال لسان عم إسماعيل ودع له بالعبرانية فقال ما هذا اللسان قال لسان آبائي فتعجب منه الملك فقال أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها له ونعت له البقرات والسنابل نعت بمعنى وصف له البقرات ووصف له السنابل التي رأاها الملك في المنام ووصف له أماكنها على ما رآها فأجلسه الملك على السرير أي سرير الملك وفوض إليه أمره قيل توفي قطفير العزيز في تلك الليالي اللي هو عزيز مصر